خليني اقول لحضرتك كلمة مستوطنات تعليمية لك كتاب بهذا الاسم ليه اخترت هذا الناس فهمة انه لا ان احنا فعلا عندنا مستوطنات تعليمية كل الناس مجموعة كده عملت لا تعليم من نوع عندك تعليم ديني الازهار يعني عندك تعليم اجنبي والاجنبي ده جواه عشر انواع وعندك تعليم عام والتعليم العام كمان بقى عند جواه عشر انواع دولي وتجريبي وكل الانواع عندك تعليم فني كمان مستبعد من حاجات كتير فانا لقيت الحقيقة ان احنا عندنا فسيفساء كده ده ما يعملش وحدة حتى للعقل ايه اذا ان يبقى صعب انا بتكلم لغة وحرارة بتكلمي لغة تانية يبقى كل مجموعة دول كده عملوا ليهم مستوطنة وخلقوا نوع من انواع تعليمهم يعني كيف جاءت جاءت هذه المستوطنات او هذا التشاردهم في مجال التعليم من ايام محمد علي انا اتشفت بقى لما عملت الكتاب انه من ايام محمد علي بدأ التعليم فوقيا هو بدأ التعليم لانه كان يحتاج جيش قوي ودايما الاحتياج للتنمية والجيش يعمل تعليم على طول فعمل المؤسسة التعليمية عمل المهندس خانة اول حاجة يعني الهندسة وكده وبعد كده رح بادي بالسانوية العامة او البكالوريا انما اخد واحد في المية فقط اخدهم طبعا من الكتاتيب لان انت ما كانش عندك تعليم حديث وهو انشأ المدارس فاخدهم من الكتاتيب ونوابغ الازهر وفي نفس الوقت خل الازهر زي ما هو بكتاتيبه مجاش جنبه انا ما خد الشوية الصغيرين دول واحد في المية فقط ونماهم طيب وما بعد كده مصر عملت تنمية ساعتها فكانت مفتوحة حتى من ايام محمد عام فجات الجاليات الاجنبية فابتدت تعمل كل جالية مدارسها فبقيت مستوطنات اخرى جيتي بعد كده لغاية الاحتلال عملنا ايه لغينا حاجات وبدينا حاجات تانية انما ماشت مصر بهذه المستوطنات اظهر وكتاتيب تعليم عام تعليم يعني حكومي او مدني وتفر وتعليم اجنبي وجوه الاجنبي كل جالية لها الحتة بتاعتها هذا الموضوع استمر الحقيقة لغاية 56 بالمناسبة يعني مش بس مع الثورة لا هو في 56 جات الثورة عقب حرب 56 قررنا ان يكون التعليم كله تحت لافتة واحدة اللي هو اسمه التعليم الوطني في كل العالم يعني حضرك لو روحتي اي دولة مش هتقول لهم انا عايزة روح المدرسة النصرية عندكم يعني في اوروبا كلها هذا غير موقع طيب بعد 56 قعدنا كده بس فترة عليها من 56 لغاية 73 74 مع المفتاح الاقتصادي الحقيقة حصلت لنا كمان المفتاح تاني تعليمي ورجعنا تاني رجعنا بقى شهادة الاجي يعني عدنا فترة صغيرة قوي في تاريخ التعليم مصري انه التعليم واحد غير كده طول عملها التعليم عندنا مستوطنات هو كده جي بقى في 74 عملنا مدارس التجربية والتجربية بعد كده بقى التجربية متميزة وتجربية في شرطة وبالمناسبة دي اساميهم في القرارات الوزرية يعني انا ما بقولش حاجة مش مو عملوا بقى الاي جي ثم بقى في مرحلة التمانينات والتسعينات هتلاقي الاي جي والابيتور بقى الكندية والتركية وحاجات كتير بقى قوي يعني عندك طب واين وصلنا الان كل نوع التعليم موجودة في مصر بمعنى حضرك قولي عندك شهادة امريكية عندك شهادة الانجليزية الاي جي عندك شهادة البكالوريا فرنسوي عندك البكالوريا الدولية والسويسري عندك تركي كمان مدارس شهادات تركية بطيق لي في وطبعا الابيتوري الالميني انها قديمة يعني كذا صنف الحقيقة من الشهادة يعني حضرتك شايفة ان ده نوع من التشارزم زي ما قلتي بالنسبة للتعليم ترجمة نانسي قنقر